بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عقدت لجنة الأولويات اليوم أولى جلساتها في دور النقاد الحالي وحضر كل من الزملاء أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية والدكتور عبيد الوسمي رئيس لجنة تشريعية وكذلك الدكتور عبد العزيز صقعبي النواب الفضلاء وحضرت معهم وتغيب النائب الدكتور خالد عايد العنزي تمت تزكيتي رئيسا لهذه اللجنة وكذلك تزكية الدكتور عبد العزيز الصقعبي مقررا لها ومن فضل الله سبحانه وتعالى هناك توافق تام على ترتيب الأولويات ففي هذه المرحلة قررنا مجتمعون أن يكون العمل وفق خطة العمل الآتية أولاً الرد على خطاب صاحب السمو وهذا عمل برلماني مستقر منذ تأسيس المجلس ثانياً سيكون هناك مناقشة برنامج عمل الحكومة وهذا الاعتبارين برنامج عمل الحكومة يجب أن يأتي متوافقاً لمرئيات صاحب السمو يعني اللي وردت في الخطاب الأميري ويجب أن يكون هناك تجانساً لأن صاحب السمو يمارس صلاحياته من خلال وزرائه وثمه والأهم أن برنامج عمل الحكومة مهم جداً للنواب لنعرف ما هي خطط الحكومة وهل ستبدي ما نقوم بالتعاون معها لأجله أو لا هذا ثانياً ثالثاً وبصورة تراتبية المواضيع التي تهم الشارع الكويتي يعني تحديداً بعد خطاب صاحب السمو وكذلك برنامج عمل الحكومة سيكون هناك موضوع الإسكان المشكلة الإسكانية أعتقد أن بعد الجهد لبدول الأخوة في اللجنة الإسكانية خلال دور العقاد الماضي وكذلك منذ بدأ دور العقاد الحالي هناك تصورات منطقية ستساهم بصورة مباشرة إن شاء الله لحل هذه المشكلة اشتركوا في القناة